الله, 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 الله. محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذب أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عواجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون صدق الله العلي العظيم نحن في رحاب سورة هود عليه السلام هذه السورة المكية التي غالبا تعالج قضايا العقيدة وخاصة النبوة نبوة سيدنا ومولانا خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وآله أنتم تعلمون أن الجزيرة العربية آنذاك وسائر النقاط الدنيا كانوا في جاهلية وحتى الذين كانوا ينتمون إلى الأديان السماوية كاليهودية والمسيحية أيضا كانوا في جاهلية وأما إيران أو الإمبراطورية الفارسية أيضا الذين كانوا يتبعون الزردوشت أو الزردوشت أيضا كانوا منحرفين عن طريق الحق في هذه الظروف الحالكة المظلمة شاء الله سبحانه وتعالى لطفا بعباده أن يرسل نبيا هو خاتم الأنبياء ومنقذ البشرية من الجاهلية والظلام في هذه الظروف طبيعي يصير نوع من الاحتكاك الاجتماعي الفكري إذا صح التعبير وحتى المناطقي يعني منطقة ومنطقة عشيرة وعشيرة بالنتيجة هذا التراث كان موجود عند الناس بعض الناس قلوبهم كانت مقفلة أسماعهم كانت موصدة الإنسان يسمع الآن من يقول أنه أنا ما أقدر أسمع إلا الأصام يسمع ولكن مرة يسمع ومرة يستمع عادة الذي يريد أن يصل إلى الحق يستمع الذين يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه هذه من الآيات العظيمة وكل آيات القرآن عظيمة يعني أيها الإنسان استمع إلى ما يقال لك وحتى من يقول لك ولكن تدبر اتبع الأحسن اتبع الحسن التراث القومي العشائري الشركي يعني الذين كانوا مشركين هذول كانوا قد أغلقوا أسماعهم مو أنهم ما يسمعون مو هاي الآيات تقول هذول ما يسمعون لا يسمعون هذول لا يبصرون كان عندهم عيون يبصرون ولكن بصير ماكو استماع ماكو طلب الحق ما موجود هذه الحالات الاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك هذه الآيات المباركة التي تلوناها من سورة هود عليه السلام تعالجها ولكن هل هذا للحقبة الزمنية التي كان يعيشها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الفترة المكية والمدنية مثلاً لا هذا ديدن البشر إلى هذا اليوم إلى هذا اليوم تشوف بعض الناس لهم أسمع ولكن لا يسمعون ولهم أبصار ولكن لا يبصرون وإلا ما كان يصبح الظوضاء الاجتماعي في الدنيا هالفساد هالتخبط هالجاهلية التي نرجع إليها هذا من شنو عدم سماع الحق أو الاستماع إلى الحق هذه حالة حالة ثانية كانت سائدة التي أيضاً هذه الآيات تعالجها الأقطاب الاجتماعية إن صح التعبير هذه العبارة الذين كانت لهم مقامات في مجتمعاتهم كذلك ما كانوا يتحملون يتيم قريش ربيب أبي طالب محمد صلى الله عليه وآله يأتي وينسف كل ما يملكون من أبهة ومقام وفلوس وإمكانيات وزعامة هذه موجودة بعد فسألت قول نبي مصلح جاي مثلا شنو كان يقول النبي لا تسرقوا لا تزنوا لا تشربوا الخامر لا تقطعوا الرحم لا تحاربوا بعضكم بعضاً لا تأكلوا مال اليتيم يعني هذا الفساد اللي كان مستشري في المجتمع الجاهل آنذاك النبي يريد يقلب الأوضاع انقلاب فكري يريد يسويه انقلاب ثقافي انقلاب حتى عقائدي خب هذا ما يقبلون طبيعي هذا يعني من الناحية اللي واحد يدرس علم الاجتماع يشوف طبيعي هذا هؤلاء هالزمرة غير الزمرة الأولى هذه الزمرة هؤلاء كانوا يصدون عن الحق أيضاً يعني رافحين راية ضد النبي مرة واحد ما يريد يستمع هو لا يستمع هو حر الله جعلنا مختارين فيما نقبل أو لا نقبل فيما نرتقي أو لا نرتقي فيما نعتقد أو لا نعتقد نحن مختارون خلقنا الله وهذا قضية الاختيار عجيبة أهم ميزة لهذا المخلوق الذي يمشي على رجلين ميزة الاختيار أنا أقدر أختار وهذه كرامة الله أو تكريم الله للناس أنه أنت يا بشر أعطيناك قدرة الانتخاب والاختيار هذا جداً مهم غير سائر المخلوقات المشكلة كانت الذين يصدون يصدون يعني يعني ما يجعلون الناس اللي فطرتهم سليمة طيبين لذول يجيون يستمعون إلى النبي ويقرؤون القرآن وينتصحون شلون ما كانوا ما يخلون بالأساليب عجيبة التاريخ حقيقة مؤلم وإلى اليوم هكذا مرة بالسخرية والاستهزاء مرة باعتقال أصحاب رسول الله كما تعلمون بلال وسمية وعمار وابا إلى آخر مرة بالمقاطعة الاقتصادية وأهم شي كانوا يبثون السموم الفكرية أيضا شبهات كانوا يطول يعني مثلا أنت إذا تشوف زعيم قوم مثلا الآن مرة واحد عادي يحكي مرة وغد واحد إلى مقامة في قريش مقامة في مكة مقامة في الجزيرة العربية هذا يقول فلان اللي تشوف هذا تر مجنون والعياذ الله يعني حرب إعلامية عجيبة كانت وكان يؤثر كان يؤثر على الناس هؤلاء الزمرة يسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا هذه الحالات يعالجها القرآن في هذه الآيات الكريمة التي تلوناها الآن في مجتمعاتنا أنا دائما أقول وأعوذ بالله من كلمة أنا أقول القرآن حي القرآن نابض القرآن كأنه اليوم للتو نازل كأنه هذه الآيات التي تقراها الآن في سورة هود كأنها الآن نزلت وهي قد نزلت قبل أربعة عشر قرنا مجتمعاتنا أيضا نفس الشي الآن مجتمعاتنا اللي يقول يعني مو بس إحنا كعرب أو عجم كإيرانيين أو عراقيين أو كويتين لا البشر كعموم هم نفس الشي قسم من الناس لا يستمع الحق لا يبصر موجود وقسم يصدون هذه مشكلة الآن بعد هذه الأجهزة اللي صارت بلاء اللي أنا أسمي شنو دائما شد أقول في السنوات الماضية اللي كنا في خدمتكم أقول الجهاز المبارك اللعين هذا الموبايل مبارك لأن فيه بعض الأشياء زينة وإحنا بدأ نستفيد منها ولكن أكثريته شنو لعين هذا شي سوي اليوم واحد من السادة الآن حاضر في المجلس الله يحفظه يراويني مقطع اللي امرأة تطرح في الفيديو ما دي شنو باليوتيوب تطرح شبهات جدا يعني لمن واحد يسمعها إذا ما عنده خلفية دينية يقتنع وذول منه وذول يصدون عن سبيل الله إذا بعد الفساد المستشري المادري المجلات الفضائيات تعال بعد عدد فالحالة نفسه الحالة يعني هذه الآيات كأنها نزلت هذا اليوم هذا العصر نقرأ آية آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا هذا سؤال ولكن هو مو سؤال يعني أكو واحد هل تجد أيها الإنسان شخصا أظلم يعني أكثر ظلما ممن من شنو ممن افترى على الله كذبا الذي يفتري على الله كذبا من هو الذي يخلق دين جديد مذهب جديد مذهب منحرف يخطئ الأنبياء يجيب شبهات هذا يكذب على الله لأنه مو حقيقة الله في هذه الآية يعتبر أكبر ظلم هذا مرة واحد يأخذ تنفلس من واحد يبوق يسرق هذا ظلم مرة يتعدى على شخص يضربه هذا ظلم ولكن أظلم واحد منه الله يعبره بأكثر ظلم أنه واحد يريد يهتدي ذاك يجي ما يخليه يهتدي أنا عندي بعض الحالات عجيبة أنت لم يمكن أن يكون سامعين ولد شاب يريد أن يهتدي يريد أن يصل إلى الحقيقة يدرس مثلاً يطالع يصير متدين أبو ما يخلي هاي شلون بعد عندي حالات شكل مراجعيني أمه ما تخلي تصير هذه البنت محجبة متدينة ليه يا شاب هذا الظلم ليش؟ لأن هذا الولد يريد أن يسير إلى الصراط المستقيم الأبوال ما يخله أو الأصدقاء ما يخله أو الأساتذة ما يخله ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً شنو نتيجاتهم هذولاً التنديد والتقريع لازم للمجتمع أولئك يعرضون على ربهم يعني أيها المشركون الذين تفترون على الله كذباً إما بنصب الأصنام أو بالأفكار الباطلة يوم يجي تعرضون على ربكم في يوم القيامة أولئك يعرضون على ربهم خب من البينة من الشاهد عجيب يوم القيامة إخواني الله يدري كل شي الملائكة تدري كل شي الكرام الكاتبين اللي هنانا الملكان الموكلان اللي يكتبون كل شي موجود الجلود تشهد الأبدان تشهد إضافة على ذلك ويقول الأشهاد أشهاد منه بعد جمع شاهد أو جمع شهيد على لغتين جال بس جمع شاهد أقول شاهد هناك نعم من هو ذلك؟ الأنبياء كل نبي يجي يشهد على قومه والرسول شاهد عليهم جميعا طبعا يوم القيامة في المرة نشوف أنه الأنبياء الأنبياء شهود أشهاد يجون يشهدون على أقوامهم أنه هذول هشكل سوي ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم يا ربي نشهد فلان 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 حرف العقيدة فلان ما خلي الحق يصل إلى الناس الله يقول ألا لعنة الله على الظالمين هناك بعد ما يكو حل أي واسطة أي رشوة أي فرار من المحكمة ما موجود اللعنة ولعنة منه لعنة الله مرة ألا ألعن في الدنيا هذا أما اللعن في الآخرة يعني بعد عن رحمة الله خلص بعد وذول منه ظالمين ما يقول كفار مشركين مثلا جهل لا ظلم هذا هؤلاء منهم يجي إلى المرتبة الأعلى أو الأكثر ظلما الذين يصدون عن سبيل الله أنا دائما أنا دائما شي أقول لأصدقائي في المحاضرات أو غير المحاضرات أنه واحد فرضا ما ما يعتقد بشي هو الإنسان مختار بس كمثال إمرأة لا تعتقد بالحجاب ما يخل دم هذا كيف مختارة هي ولد ما يعتقد بالصلاة أما لي يجي يصدوا الناس عن الصلاة لي يجي يقول لا هذا الآن شنو صاير الآن كثير من الناس صايرين مجتهدين أصلا يقول لا أنا برأيه الشكل وأنتم من اللي برأيه الشكل هذا الصد عن سبيل الله الذين يصدون عن سبيل الله سبيل الله واضح كل شيء يطابق الفطرة السليمة والعقل السليم وأتى به الأنبياء هذا سبيل الله واضح ومن يقدر يقول أن الظلم زين ما حد يقدر يقول من يقدر يقول أن العفة مو زينة العفة زينة المجتمعات التي ابتعدت عن العفاف شنو صار بها الآن دا تشوفون دا تسمعون الأخبار تروحون إلى البلاد تشوفون تفكك أسري أغلب أطفالهم لا آباء لهم تقرؤون هالإحصايات نقرأ الأمور الأب لا يعرف ولده الأم لا تعتني بولدها وهكذا في المجتمع مهترق نعم في البريق حضاري موجود وأنا ما أسمي حضارة أسمي تمدن الحضارة لازم بها ثقافة تحيي الناس الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا هذولا شنو كانوا يسوون يأتون ويحرفون كلام الله هذا يبغونها عوجا مع الأسف حتى في المسلمين طلعوا ناس يبغونها عوجا كثير من سنة رسول الله حسب تعبيرنا عوجوها حرفوها مشكل إغرى التاريخ ويبغونها عوجا المشكلة شنو المشكلة الأساسية السبب الرئيسي وهم بالآخرة هم كافرون اللي ما يعتقد بالمحكمة الإلهية الكبرى ولا يعتقد ولا يخضع لأنه أكو معاد أكو قيامة أكو نشور أكو بعث أكو جزاء أكو ثواب أكو عقاب هذا المفهوم شوفوه شنو يخلي الإنسان يرتدع شوية شوية يخاف شوية يعني يلتفد لنفسه لا أسوي فقط هذا حقيقة إحنا ليش الآن متدينين إن شاء الله متدينين إن شاء الله وإن شاء الله يوم على يوم تدينه الخوف من المعاد هذا هو وإذا الخوف من المعاد الرادع شنو للبشر خالقية الله يقبلون خالقية الله يقولون الله هو الخالق بس مو رب يعني الله خلق البشر خلق الأكوان ورح يرتاح كما قالت اليهود هذه مشكلة أولى المشكلة الثانية إنكارهم للمعاد بسبب إنكارهم للمعاد شي كانوا يسوون كل حرام يرتكبون يصدون عن سبيل الله الله يقول تهديد آخر أولئك لم يكونوا معجزين في الآخر كأنه الآن القيامة قامت شوف الآية يصور لك حالة أن القيامة قامت والمحكمة الإلهية تصدت للحساب والعتاب والمحاكمة يقول أولئك يعني هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله ولم يكونوا يعتقنون بالآخرة وكانوا يحرفون الكلم أولئك لم يكونوا هذا لم يكونوا للماضي يصير بعض كأنه القيامة قامت لم يكونوا معجزين في الأرض هذولا في الأرض إحنا تشنهم يعطيهم شوية سلطة اللي يسمونه سلطة الإختيار يعني الآن ليش الآن الظالمين يقدرون كل شي يسوون لأن الله خلاهم على حالهم الدنيا هكذا بعد الدنيا قانون سنة الله في الكون يا بشر روح اختار شلو تريد سوي سوي ولكن دير بالك قالوا أكو آخرة فقط هذا أكو واحد يقول بالجبر احنا ما نعتقد بالجبر كل شي بالاختيار صح؟ الله يقول كأنه القيامة قايمة شوف الآية في أجواء القيامة أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض يوم اللي كانوا في الأرض وشوية كان عندهم ملكية وقدرة وسلطة وسيطرة واختيار ما كانوا معجزين معجزين يعني شنو؟ يعني لم يكونوا يقدرون أن يعجزوا لله سبحانه وتعالى شنو نقدر ناقضهم من رقابهم بس إحنا سنتنا أنه نخليهم على راعتهم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء حتى في الدنيا أولياء ما كان عندهم الأصنام أولياءهم أو التاجر اللي يفكر أنه كل شي أنا عندي في لحظة يموت الروح أو الإنسان اللي يبطش بالآخرين ويظلم الناس في لحظة يموت فمعناته أولياء ما كانوا هؤلاء يضاعف لهم العذاب ليه شيء أليس الله بعادل؟ هذا مسوي جريمة واحدة لازم عقاب واحد لا هذولا كانوا يصدون عن سبيل الله مرة هو إنسان غير متدين ما يخالف باختياره لا يظلم أحدا لا يصد الناس عن الحق لا يجي يحرف الكلمة عن مواضعه ما إلى شغل يروح على دربه ويجي على دربه هذا عذابه وعقابه واحد أما الذي يأتي لا أستطيع أن أمثل مع الأسف نحن ملجمين في هذا التسجيل اللي من ناحية الزين من ناحية لا يجب أن يتحجي إلى آخر فأمثل أنتم تعرفون في التاريخ مرة واحد هو كافر هو مشرك هو فاسق هو مثلا لا يؤمن بهذا لا يخالف مرة ملايين البشر حقيقة ملايين البشر يجون ينحرفون عن طريق الحق بسببه بكذبه بافترائه على الله بافترائه على الأنبياء هذه مشكلة هذا عقابه مع الشخص الآخر اللي بس هو مذنب عنده جريم هذا واحد لا يضاعف لهم العذاب يقولون له أنت عذابين عندك أو عذابات إذا صح التعبير بهذا الجمع أنواع من العذاب عندك ليش لأن أنت فلان أضلته فلان كان يريد يصير مؤمن متدين ما خلته الآباء والأمهات لازم يستمعون ترى إذا إحنا ما خلقنا أجواء جيدة لأولادنا أيضا مقصرين إحنا مقصرين يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون هذول مشكلتهم شنو كان عند أذن ولكن ما يسمع هذه من التعبيرات البلاغية الجدا عظيمة واللطيفة والضريفة في القرآن اللي واحد لمن يسمعها أو يقراها يتعجب يقول شنو يعني ما يسمعون نعم أكو عند أذن ولكن لا يستمع إلى الحق أولئك عفوا ما كانوا يستطيعون السمع هذه كلمة يستطيعون يمكن يأتي إشكال إذا ذهنكم يعني بخلق الله لا يستطيعون لا أحد يقدر يقول أنه فلان لا يستطيع السمع إلا إذا مريض أصم ما يسمع من طفولته عند مشكلة في السمع لا يستطيعون السمع يعني ما يخلون أن أسماعهم أن آذانهم تسمع وتستمع يعني ما يريد يشوف الحق ما يريد وما كانوا يبصرون أيضا مع أنه عندهم عيون لهم أعين في آية أخرى لا يبصرون بها شلون يصير هذه يصير إذا واحد ما يريد أن يختار الحق كأن له آذان لا تسمع وكأن له عيون لا تبصر أولئك الذين خسروا أنفسهم الله أكبر من هذه الجملة النفس يعني الحياة كل واحد عنده نفس حياته من أول طفولته إلى أن يكبر إلى أن يحرم إلى أن يموت هذا يسمى النفس هذول خسروا أنفسهم النفس كانت منحة إلهية أعطيت من قبل رب العالمين إلى فلان وفلان وفلان إلينا جميعا موشكل اللي ما استفاد مثل أنه عنده ثروة تجارية نقود أموال ما يستفيد منها هذا خسارة بعد أنا ما استفدت من حياتي من عمري نفسه نابعنا العمر أيضا يمكن أن يطلق عليه التفسير يعني عمر أولئك الذين خسروا أنفسهم إحنا أعطيناهم فرصة حتى يتألقوا يشمخوا يسموا يرحون إلى أعلى عليين بس ما راد وظل عنهم ما كانوا يفترون الإفتراءات اللي كان عندهم سواء الأسنام أو الأفكار الباطلة أو الاعتناء بالقدرة يقول أنا عندي أنا عندي كل شي عندي أنا القوة العظمى شي يقولون إحنا إحنا ودو يتعار كون بيناتهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون جرم يعني كسب يعني لا كسب لهم هذا أصل الكلمة تقدر تفسرها أو تعديلها بكلمة ثانية لا جرم هي لابد لا محالته لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون أخسر يعني أكو خاسر وأكو أخسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربه هذا قسم كان قسم من المجتمع هذه صفاتهم اللي قرأنا يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا إلى آخرين القسم الآخر جعلنا الله منهم إن شاء الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربه إيمان عمل صالح اللي دائما نقول هل الاثنين مع بعض يجي في الصفة ثانية أكو أخبتوا إلى ربهم يعني خشعوا وسلموا أمرهم إلى ربهم هذه بعد درجة عليا من الإيمان رزقنا الله إن شاء الله هذه الدرجة هذه درجة المصطفون عندهم المخلصون عندهم مول المخلصين يعني يقول الله شيء يريد أن أقبل كانوا يأتون إلى الأئمة عليه السلام الأئمة يقولون لهم أحكام شرعية بعض كانوا ما يقبلون ويسوون مذاهب سووا مذاهب بعض بعض كانوا مطيعين سلمان رضوان الله عليه يجعل قدمه في مكان قدم أمير المؤمنين كما في الرواية الرسول صلى الله عليه وآله وآله وسلم قال لعمار يا عمار إذا شفت في المستقبل مشاكل تصير إذا شفت علي يمشي في وادي والناس كلهم يمشون في وادي أسلك ما سلك علي مضمون الرواية هؤلاء يخبتون أخبت يعني خشع سلم أمره إلى من؟ إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بعدين يمثل الله يقول هذول فريق إن صاروا فريق يصدون عن سبيل الله وفريق آخر يؤمنون ويخبتون إلى ربهم مثل الفريقين هذه الأمثال القرآنية جداً لطيفة وبلاغية مثل الفريقين الفريق الأول والفريق الثاني كالأعمى والأصم والبصير والسميع بعدين يقول هل يستوياني مثلاً؟ يطرح القرآن هذا المثل بعدين يسألنا أنت القارئ للقرآن إذا قالوا لك واحد بصير واحد أعمى هذول مع بعض في درجة واحدة واحد سميع واحد أصم في مقاب واحد له طبيعي اللي يسمع هذا إلى ميزة واللي ما يسمع ميزة ما عنده اللي يبصر عنده ميزة واللي ما يبصر أعمى هذا ما عنده ميزة المؤمن هو السميع البصير الذي يسمع يعني يقدم سمع للاستماع وفي مقابله الكافر المشرك الذي لا يريد الحق لا يريد هو لا يريد جبراً ماكو هذا كأنه أصم وأعمى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستوياني مثلاً؟ إذا مثلناكم كمثل هذول مع بعض يصيرون؟ هذا أفضل دليل حتى شوية نحش أفضل دليل لحقانية مذهبنا وتمسكنا بأهل البيت عليه السلام حقيقة هل يستوي علي مع غيره؟ يسأل بدون أي طائفية وبدون أي إنحياز مذهبي لا نحن ناس عاديين قاعدين يريد من قارن هل يستوي علي وفلان 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 ما يستوي ما ممكن العقل ما يقبل الفطرة ما تقبل الإنسان العقل يميز بعد يشوف هذا عالم هذا يفهم كل شيء هذا تقي هذا زاهد هذا شجاع كل صفات الكمال موجودة في علي عليه السلام وفي البقابل ما كو شيء شوفوا الآية مثل الفريقين هذي بالنسبة للإيمان وغير الإيمان ولكن أنا أريد أستفيد من هذه الآية مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستوي يعني مثلا أفلا تذكرون يعني أفلا تتذكرون في اللغة العربية قرأنا أنه في باب التفعل التأ تحذف خلي تأ مكانة يصير واضح أفلا تتذكرون يعني أيها الناس متتذكرون يعني متخلون فكركم يشتغل الذكر من هذا المعنى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في طريق الحق والهداية إن شاء الله وأما الموعظة الأخيرة اليوم جبت النظار طوبة الحمد كعادتنا في كل ليلة نقرأ موعظة أبو ذر رضوان الله عليه رحمة الله عليه يقول أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكم موضوع تستور تقريبا ستة سبعة أولا أن أنظر إلى من دوني الله أكبر ولا أنظر إلى من فوقي أفضل علاج أنا مطبي بنفساني طبعا ولكن أفضل علاج لمشاكل الأعصاب والكآبة والأمراض النفسية وليش شدي ليش شدي هاي واحد يقول ليش 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 بعدين يتمرض أفضل شي شنو هاي العبارة أنظر إلى من دونك يعني شوف مثلا واحد مريض مسجأ أنا عندي هاي الحالات مع بعض الأقرباء أقول لهم هذا الحديث أكو أسوأ مني أكثر مرضا مني نعم أنا فقير مثلا وضع المادي موزين أكو أفقر مني نعم أكو أنا عندي مشاكل عائلية أكو واحد أكثر مني مشاكل عائلية عندي نعم أكو في كل شي يجيبها إلى القاعدة يصير الإنسان شنو يقتنع بما قسم الله له أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنظر إلى من دوني دوني في كل شيئ في الصحة في العافية في القدرة في المال وهكذا ولا أنظر إلى من فوقي هاي واحدة الثاني وأوصاني بحب المساكين أخ 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 والدنو منهم من يقدر يسوها الأشياء يتقرب إلى المساكين ويحبهم أبو ذر كان يشكل حقيقة في عمره بعد وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا هذه الوصية طبقها أبو ذر ولذلك ضحى بنفسه في سبيل الحق قتل في الربذة وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت أسألهم أقول لهم أنتوا رحتوا إلى ديوانية فلان أخوكم مثلا عمكم خالكم لا زعلانين لأنه ما يجينا لا يجي أنت روح الآن شهر رمضان وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت يعني الرحم أدبرت ما إجت ما استقبلت وأوصاني أن لا أخاف في الله لوم تلائم أنا ما أخاف من شي يلومون على حبنا على بغضنا لا أحنا لا نخاف بعد وأوصاني أن أستكثر من قولي لا حول ولا قول من قولي عفوا من قولي وأوصاني أن أستكثر يعني كثير أقول ليلا ونهارا من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنها من كنوز الجنة حقيقة بالأذكار كنز هذا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني أنا ما عندي شي يا رب عندما أرفع يدي بقوتك وحولك وعندما أضع يدي بحولك هذا عندما يصير هذه الحالة عند الإنسان يصير شوية متواضع لأقل أمام الله وأمام الآخرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة